ناس كتير حاليا اتجهوا للاستثمار في الدهب المستعمل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية اللي خلته من افضل طرق الاستثمار والادخار وكمان حفظ الاموال واصبح المعدن النفيس في الوقت الحالي بينافس بقوة الادعية للدخارية التانية علشان كده المواطنين بيلجاوا للدهب المستعمل فهل هو فعلا امن وازاي يمكن شراءه بدون التعرض لحالات النصب تفاصيل كتير جدا هنوضحها لحضراتكم في الفيديو ده فتابعوه للنهاية اسعار الدهب المحلية رجعت تاني للارتفاع من جديد في الاسواق المصرية وكمان محلات الصاغة خلال التعملات الاخيرة وسجل عيار 21 اراط 1215 جنيه للجرام بيقول كمان تجار وصناع المشجولات الزهبية ان قرار شراء الدهب بغرض الاستثمار بيخضع كمان لعدد من المعايير اهمها ان المستثمر ما يخسرش تكلفة المصنعية اللي بيتفحها لكل جرام وده عند اعادة بيع وهي كمان ابرز للازمات اللي بتقلص الربحة خصوصا في الكميات الصغيرة التجار بيقوله كمان ان الدهب المستعمل هو مشجولات اشتراها التاجر من زبون وبعد كده بيحيد بيعها لزبون تاني وده مقابل هامش ربح الصغير ممكن كمان انه يتراوح من 15 جنيه وهي طبعا افضل من شراء الدهب جديد بمصنعية بترتفع كل مكانة القطعة متقنة اشاره كمان ان الدهب المستعمل هو غير محمل بضريبة الدمغة اللي بتفرض على بيع القطع الجديدة كمان ان مشتري الدهب المستعمل لا يخسر عند بيعه وبيستفيد كمان من الارتفاعات اللي بتحصل في سعر الجرام سعر الدهب الاخير سجل عيار 24 ارات 1394 جنيه للبيع مقابل 1371 جنيه للشراء سعر عيار الدهب 22 ارات سجل 1278 جنيه للبيع مقابل 1257 جنيه للشراء سعر الدهب عيار 21 ارات سجل 1220 للبيع مقابل 1200 جنيه للشراء كمان سعر الدهب عيار 18 ارات سجل 1045 جنيه للبيع مقابل 1028 جنيه للشراء وسعر الدهب عيار 14 ارات سجل 813 جنيه للبيع مقابل 800 جنيه للشراء سعر الدهب عيار 12 ارات سجل 697 جنيه للبيع مقابل 685 جنيه للشراء سعر عيار الدهب 9 إرات سجل 522 جنيه للبيع مقابل 514 جنيه للشراء وسعر الجنيه الدهب كمان 9760 جنيه للبيع مقابل 10555 جنيه للشراء كمان الدكتور محمد العريفي الخبير في الاستثمار بالدهب قال ان في مجموعة من الطرق اللي ضمان نجاح الاستثمار في المعدن الأصفر خاصة ان في الوقت الحالي والظروف الاقتصادية العالمية اللي بيعاني منها الجميع خبير الاستثمار أكد كمان ان في طرق كتيرة جدا لضمان استثمار ناجح بدون خسائر وتحقيق كمان أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في الدهب منها ما تشتريش الدهب بكل رأس المال اللي بتمتلكه اشتري الدهب من احتياط رأس المال مش من أصل رأس المال يعني يكون فيه أموال سايبة الحد الأقصى لشراء الدهب يكون 50% من الاحتياط الخاص بك علشان يكون فيه سيولة وأموال تانية للاستثمار في قطاعات تانية أما في حالة اتخاذ قرار بشراء سبائك زهبية هيفضل كمان انها تكون أحجام صغيرة علشان لو اضطريت انك تبيع منها هيكون جزء صغير مش الكمية كلها اشراء الأمثل للدهب المستثمر مستعمل أو جنيهات أو سبائك كمان عدم المساس بالدهب المستثمر أبدا ولازم تعرف انه من الاحتياط الخاص بك مش من أصل رأس المال كمان يجب أن يتم تقسيم الـ 50% على 5 مراحل بـ 5 أسعار مختلفة كمان الشراء يكون في أقل سعر وده لتحقيق أقصى استفادة كمان الاستثمار الأمثل للدهب هو أكتر من سنة ولكن الاستثمار ما يتحددش بالزمن ولكن بفروقات الأسعار من هنا كمان يمكن تنفيذ عمليات البيع والشراء السريعة والاستفادة كمان من فروقات الأسعار كمان لازم انك تسأل نفسك عدة أسئلة وده قبل البيع وهي تكلفة شراء الدهب هل في احتياج للبيع في الوقت الحالي أم هيفضل الانتظار في حالة البيع هيكون في خسارة عن سعر جمال الشراء أم المكسب هيكون لنفس السعر اللي تم الشراء بي ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا